انطلقت في منطقة البحر الميت أعمال مؤتمر القانون الكنسي السنوي 11 في منطقة البحر الميت حيث افتتحت المحاكم الكنسية التابعة لبطريركية اللاتين في كل المن القدس وعمان والناصرة دورة قضاة المحاكم الكنسية الكاثوليكية في البلاد العربية وشارك في الجلسة الافتتاحية عميد محكمة الاستئناف العليا في الفاتيكان وعدد من أعضاء المحكمة الرومانية بالإضافة إلى أساقفة وقضاة المحاكم الكنسية الكاثوليكية في كل من الأردن وفلسطين ومصر ولبنان وسوريا والعراق ومختصين في القانون الكنسي وعدد من كهنة الرعاية وبعد اختام الدورة الخاصة بقضاة المحاكم تلاها مؤتمر القانون الكنسي للمحامين والذي تخلى له ورشة عمل للأخصائيين النفسيين والعاملين الاجتماعيين وهذا ما يميز مؤتمر هذا العام هذه السنة شاركنا عميد روترومانا وقضاة اثنين رافقوا وأغنونا بهذه المحاضرات مالتهم وإن شاء الله دائما حتى نخطني بهذه الثقافة ونعكسها بتعاملنا مع الأصحاب الدعاوي ودائما المحاكم الكنسية هي من أجل خير العائلات المجروحة والزواجات التي تعاني من تعثرات ونحاول أن نكون لهم مصدر خير وفرح ونحقق العدالة نحن كمحكمة الروتا الرومانية دعينا لحتى نعطي محاضرات لحتى نساعد الأضاء والمحامين في عمل القضاء في الكنيسة هناك عدة مواضيع طرحت في هاللقاء هذا وأكيد هاللقاء هذا لحيتكرر كل سنة مثل ما بتعرفوا ونحن موجودين هون لحتى نساعد هالأشخاص لحتى يتطوروا بعمل القضاء بدعوة أكيد هيدا توجيه أداسة البابا فرانسيس اللي هو بيدعينا لحتى نروح إلى الأطراف وإلى البلدان اللي بعيدة لحتى نساعد الناس الموجودة فيها لحتى تتقدم وتتطور قانونيا ولاهوتيا وحسب الاجتهادات تبع المحاكم محكمة الروتا الرومانية المؤتمر الكنيسي اللي عم يصير كل سنة بتنظيم من أبرشيه الليتيني في الأرض المعدسي والأردن هو مناسبة جميلة جدا ومفيدة جدا أولا لأنه عم تجمع كل الكنائس المسيحية الكاتوليكية في الشرق بكل البلدان القريبة علىنا وتانيا هي مناسبة لتحسين الأداء إن كان للمحامين أو للقضاء وتعمق في القانون الكنسي والمحاضرين عارة عم بيكونوا على أد المسئولية تأدوا هالخدمة هايدي اللي عم بتفيد كل المحاكم وفعلا عم نحس إنه من سنة لسنة عم بيرتفع المستوى القضائي بهالمحاكم هايدي وهذا المؤتمر زي ما حكينا ومن أكبر يعرف أنه ثقافي قانوني للمحامين وثقافي قانوني للقضاء اللي بيشتغلوا في المحاكم الكنسية بالشرق الأوسط وخصوصا ببلادنا العربية ما في جامعات متخصصة في القانون الكنسي اللي بتعطي لدرجات البيئة ولا الدرجة الماجلستير ولا الدكتوراه بلبنان في جامعة الحكمة ولكن مش كل الأشخاص بقدر يصلوا لجامعة الحكمة وإحنا بلشنا المبادرة هذه زي ما سمعنا تحت من أبو نائميل سنة 2012 بلشت المبادرة واستمرت ومش بس استمرت كبرت وتوسعت وأصبحت جزء منها للقضاء والكهني وجزء تاني للمحامين والسنة زدنا عليها شي جديد كمان اللهم الخبراء النفسيين والمرشدين الاجتماعيين للأسر والأطفال اللي بساعدونا كثير في العملنا القضائي دور المحامين كتير كبير في تعزيز ودأ وتقليل الفجوة اللي صارت بالخلافات العديدة بين الأسر العربية أجمالا لأنه منحكي الأسر العربية لأنه بصير بالأسر الأردنية بصير بالأسر المصرية اللبنانية السورية العراقية والعديد من الأسر العالم أجمع نفس الخلافات نفس المبادئ اللي ممكن أنه تقيم أسره وممكن أنها تهدم أسره بيجي هذا المؤتمر لقمه داعش على أساس أنه هذا المؤتمر بيعمل على تعزيز مفاهيم الكنيسة في بناء الأسر الصحيحة وبناءها على صخر الأمر اللي بيؤدي إلى إنشاء أسر صحية مسيحية كاثوليكية مبنية على تعاليم صحيحة إنجلية مستقيمة وقويمة شايفين أنه المؤتمر فرصة جميلة جداً زي ما أنا قلت في كلمة التعريف للوفد المصري فرصة جميلة جداً عشان ناخد آخر تطورات وآخر مفاهيم وآخر شروحات لقانون الكنيسة وبالذات في قانون سر الزواج هنا بنتبادل خبرات واقعية وخبرات عملية متاحة مع كل البلدان العربية لبنان ومصر والأردن وسوريا والعراق وفلسطين علشان نوصل لحلول للأسر المجروحة للأسر المجروحة في وحدة الزواج اللي عندهم أي مشاكل بنقدر نتدخل كقضاء كنسيين زي ما بيقول البابا فرانسيس في رسائله الأخيرة المسيح العطوف نقدر نتدخل وإحنا حاسين برحمة كبيرة وبمحبة كبيرة لنحن نحلل لهم المشاكل بتاعتهم كمان السنة دي غنى كبير خالص للمؤتمر وجود قاضي العميد السكرة روتا رومانا والوفد المشارك ليه كمان وجود رؤساء محاكم كبرى من لبنان من مصر من العراق ده بيدي غنى وزخم للمؤتمر نحابب أشكر المجموعة المنظمة للمؤتمر حابب أشكر الأردن وبطرياركيت اللاتين على استضافتها وعلى ترحبهم بينا بصراحة من أول ما وصلنا من القاهرة على مطار عمان وترحاب وضيافة ليس لها مثيل أنا بروح بزخم كبير جدا جدا من المؤتمر لأنه فعلا استفادة كبيرة هفيد بيها كنيستي ورعيتي وهفيد بيها كمان الأسر المسيحية شكرا